اشتركوا في القناة حذر صندوق النقد الدولي من تداعيات خطيرة تمتد اثارها الى الاقتصاد العالمي اذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها داعيا الى حل المسألة بشكل عاجل بدوره اكد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس على ضرورة رفع صقف الديون الامريكية وتجنب الانعكاسات السلبية لتخلف واشنطن عن سداد ديونها للمرات الاولى في تاريخها تضيف على المشكلات التي يواجهها الاقتصاد العالمي من التضخم والاضطرابات في القطاع المصرفية وقد اندلعت الخلافات بين الرئيس الامريكي والجمهوريين في الكونغريس منذ اسابيع حول رفع حد اقتراض الحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار ورابط الجمهوريون الموافقة على رفع صقف الدين بتخفيضات في الانفاق وهو ما يرفضه بايدن ويصر على اكرار زيادة غير مشروطة وصلت الحكومة الامريكية الى الحد الاقصى القانوني للاقتراض في يناير ومنذ ذلك الحين تستخدم وزارة الخزانة تدابير سثنائية لاتاحة السيولة النقدية الى ان الوزارة حذرت من احتمال نفاذ الاموال الاتحادية بحلول الاول من يونيو ما لم يرفع المشرعون سقف ديون البلاد وبينما يشارف الوقت على النفاذ امام رفع صقف الدين الامريكية يحبس العالم انفاسه تحسبا لاندلاع اطرابات اقتصادية عنيفة في الولايات المتحدة يتردد صداها في العالم